يمكن عندنا منطقة زي منطقة سانة كاترين أتمنى يبقى فيها منتجع صحي بدأنا في منطقة الصفة في الجيزة عاملين منتجع كويس جدا جدا فإحنا بدأنا ولكن هي عندنا دعوة للصصمار نتمنى بقى القطاع الخاص يخش فاز المجال نتمنى تطوير التعليم تطوير الإعلام يبقى عندنا إن الموضوع ده منظومة مش مجرد مؤتمر يعني أتمنى من بكرة يبقى عندنا في كلية الطب أقسام خاصة بهذا الموضوع هل يا فندم تم تحديد أماكن بعينها أنا سمعت لقاء رئيس الوزراء لما كان بيتكلم أكتر على يعني ناحية السحل الشمالي بالأكتر لكن إيه المناطق اللي تم تحددها بعينها وتصلح كمان للسياحة العلاجية بشكل كبير جدا وأولا في منطقة الصفة في الجيزة هيتعامل فيها عالم صحة دخمة جدا هيعتبر فيها يعملوا فيها أول يعني مكان منتجع عندنا منطقة الكسير ورس غارب لأن فيها الرمل لما يسمى بالرمل السودة ولا يخوص مهم جدا منطقة العالمين الجديدة اللي هي المنتجة اللي حصل ده هي بمؤهل لأنه قريب من أوروبا ومع البحر ورسل حكمة اللي إن شاء الله يعني في طريقها للإنشاء أعتقد أن هيبقى فيها هذا المجال وبالتالي اتحددت الأماكن سواء العالمين أو رأس غارب وبالتالي في أماكن لكن هالمصر بكل أماكنها تعاليك لو تفتكر الرئيس الفرنساوي متراو أكيد أستاذ بها فاكرة متراكن كل سنة يجي في الكريسماس ويقضي شهر كامل في أسوان الناس دي لما بتيجي مكان بتختارش اعتباطا يعني ليش معنا أسوان؟ أسوان جو بيئة جفة رمال اللي بيتعالجوا فيها وبالتالي إحنا لازم نشوف الناس دي مهمة جدا يمكن أن يصل ما تعرفوش أنه بداية اكتشاف مجبرة كارتر الرجل اللي هو قرنافون دي كان جاي أساسا لم عمل حدثة في إنجلترا لأنه كان بها وسواء السيارات وكان عنده مشكلة صحية كبيرة جدا قالوا للمكان الوحيد اللي ممكن تتعالج فيه هو أسوان وبالتالي بدأ أعشقه لمصر وبدأ أنه يخش مع قاطر ونكتشف هذه المجبرة وبالتالي إحنا عندنا في مصر إحنا إيه المنتج عشان حضرتك تشتغل في هذا المجال فتبتدور إيه الخامة اللي عندك عند حضرتك عيون كابرتية وعند حضرتك عيون معدنية ويمكن كان فيه مدينة اسماء حلوان يعني لو تفتكر الكابرتاج طبعا طبعا يعني للأسف اللي إحنا كنا رحلة مهمة جدا نروح لحضارك اليابانية والكابرتاج ومتحف الشامع فين فين الكلام ده كله دلوقتي وعلى مسافة ما فيه الساعة عند حضرتك إيه أمان منطقة البحيرة اللي فيها كنز إحنا حتى الآن للأسف مش عارفين نستغله اللي هي بحيرة العين الحمرة هذا المكان التلتميت فدان اللي للأسف سياحة داخلية يعني مميز أولا دينيا ومميز نسبة المياه اللي موجودة فيه نسبة الملوحة اللي فيها تسع يعني تسع أجزاء زي البحر كمان إني فيها مياه عزبة اللي هي عين مريم اللي هي موجودة جوة عين الحمرة وبالتالي عند حضرتك مكان جدا عند حضرتك منطقة الوحات البحرية كلها فيها عيون كابرتية وعيون درجة حارفة عالي جدا منطقة عيون موسى وعيون فرعون دي مهمة جدا درجة الحارفة 60 درجة وبالتالي عند حضرتك كل المقاومات اللي تسمح ليك نيبقى عندك سياحة إلاجية واستشفائية طبعا سيوة ده كنز يعني مهم جدا جدا ولكن نتمنى بقى نشتغل على هذا الموضوع لأن الموضوع ده مكلف جدا محتاجة إنشاءات ضخمة جدا موسيقى شكرا